السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هتفرج بإذن الله فعليكم بدعاء أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تعالوا نشوف حكاية المقطع بس بعد منصل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لازم يا حبايب نتأكد في البداية أو في النهاية إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي فإذن لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ولازم نعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا سبحانه وتعالى وليغفر ذنوبنا وليرفع درجاتنا في جنتي التي فيها مهل عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الأمم يا ما تعرضت لمآسي وكوارث ومصائب لا يعلمها إلا الله ومع ذلك أخرجهم المولى عز وجل من كل تلك المآسي بفضل الله سبحانه وتعالى فالمصيبة ستزول لكن المهم أنت بقى تخرج من المصيبة اللي احنا فيها دي يبقى حالك إيه مع ربنا هي دي المسألة احنا الآن في اختبار احنا الآن في امتحان كلنا رجال ونساء شباب وبنات كلنا شيوخ ونساء عجائز كلنا في اختبار وامتحان هنخرج من الاختبار دوة عاملين ايه متسختين على أخضار الله بعاد عن ربنا طرقنا الصلاة طرقنا الحجاب طرقنا كل ده ولا عدنا إلى الله ويبقى كسبنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونجحنا في هذا الاختبار الشديد اختبار فعلا شديد اختبار بيزلزل الأمة لكن الذي يثبت صاحب العقيدة الصحيحة الذي يثبت الذي يحسن ظلناه بالله ويتبكل على الله ويسلم أمره كله لله ويعلم بحسن ظنه بالله ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم به من رحمة الأمة بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى جل جلال شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه تسعمية وخمسين سنة كم واحد أسلم معه تخيلوا حضرتكم بيدعوهم بالليل وبالنهار في السر والجهر بكل الطرق دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسلم معه إلا رواية بتقول تراتاشر ولواية بتقول تمانين خليهم تمانين تمانين واحد في تسعمية وخمسين سنة يا خبار ربيض ده يعني ده لو قعدت تدعو الناس لمدة شهر ومحدش استجاب بتسيم المكان وترحش بمكان تاني تسعمية وخمسين سنة لم يمل ولم يكل عليه السلام ثم أمره المولى عز وجل حينما علم الله من قلوب هؤلاء الناس أنه لن يؤمن أي واحد بعد اليوم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيوننا ووحينا سبحان الله وياصنع الفلك سفينة فين يا جماعة في الصحراء يا خبار ربيض وكلما مر عليه مال أو من قومي سخروا منه قال إن تسخروا منا فيننا نسخر منكم كما تسخرون إلى آخر الآيات بيسخروا منه لحد ده ما كمل صناعة السفينة في الصحراء طب هواديها فين هادشينها فيند ما فيش بحر ولا حتى نهر ولا أي حاجة مش مشكلة الله عز وجل هو الذي يقدر كل الخير وتأتي لحظة النجاة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ما ألش وفجرنا من الأرض عيونا لا الأرض كلها وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر وحملناه وسيدنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وحملناه على ذات ألواح ودسر ألواح خشب دسر مصامير يعني على السفينة وركبوا سفينة النجاة سفينة نوح عليه السلام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن ينجوا المؤمنون وهم يركبون السفينة ويهلك كل من كفر بالله وكان من بينهم تخيلوا حضراتكم بقى امرأة نوح عليه السلام وابن نوح عليه السلام اللي اتنين ماتوا على الكفر تخيلوا حضراتكم فشوف قد ايه كانت محنة كبيرة جدا ومعاناة كبيرة على مدى تسعمية وخمسين سنة ومع ذلك لما التزم نوح عليه السلام أمر ربه وأذعن لأمر الله كانت النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم يلقى في النار خليل الرحمن يلقى في النار نعم يلقى في النار ويأتيه جبريل عليه السلام ويقول له يا إبراهيم ألك حاجة فيقول أمهى إليك يا جبريل فلا طب بالله عليك لو أنت ما كان سيدنا إبراهيم ومرمي جوا النار وجايلك جبريل عليه السلام ليه ستمائة جناح شوف خبالك من حاجة بجناح واحد قلب قرى قوملوت اللي هي خمس قرى خمس مدن ورفعها إلى السماء ثم قلبها فجعلنا عليها سافلها ونزلت عمل التجويف في البحر الميت في الأردن تخيلوا حضراتكم لما يجيلك جبريل عليه السلام النبي شافه على صورته الملائكية مرتين سادا ما بين السماء والأرض وما بين المشك والمغرب يا خبال رب يد حجمه لا يختل على قلب بشر وجايلك بالحجم ده وبيقول لك ألاك حاجة ده أنت لو ما كان هتقول إيه الحمد لله فورجت طب يا جبريل طلعني من المكان ده عليه السلام إنما سوف سيدنا إبراهيم وليقيني اللي في قلبه خليل الرحمن بقى وسيدنا محمد أيضا خليل الرحمن فقال له أما إليك يعني يا جبريل عليه السلام أما إليك فلا أنا مش عايز منك حاجة وأما إلى ربي في رواية ضعيفة الناس حفظاها اللي هي فعلموه بحال يغني عن سؤال رواية دي ضعيفة إنما رواية صحيحة قال وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل الله حسبي الله ونعم الوكيل دي ده الدنيا كلها تتقلب تتقلب بسبب كلمة حسبي الله ونعم الوكيل إذا ظلمك أحد اوعى تفكر تنتئم اوعى تفكر تكون حقك قل فقط حسبي الله ونعم الوكيل هتفوز قدامها بربع حاجات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل قل بلك حسبي الله ونعم الوكيل دي كم كلمة أربعة حسبي الله ونعم الوكيل قل بلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله أربع كلمات قدامهم أربع هدايا الله أكبر فسيدنا إبراهيم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يعني ايه بنون العظمة شو فات ديه قلنا يا نار كوني بردا طب بردا هيموت بردا ما هو الحر شدة الحر تساوي شدة البرد ولذلك في عذاب النار يوم القيامة ربنا عافينوا عافيكم يا رب يجعلنوا إياكم من أهل الجنة في عذاب في النار اللي هو عذاب النار وفي عذاب في النار اسمه عذاب الزمهرير وده من دمن العجائب بقى إنك تلقى عذاب بالنار في النار وتلقى عذاب بالتلج جوه النار تخيل حضراتكم عذاب الزمهرير عذاب البرد الشديد اللي يخلي العظم يتشقق ويسقط والجلد يتشقق ويسقط واللحم عيزا بليها تساقط بسبب ايه الزمهرير ربنا عافينا عافيكم يبقى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فنجاه الله عز وجل شوف سيدنا موسى لما راح يذكر فرعون بالله وفرعون رفض طب قال له طب سيب معايا بني إسرائيل رفض فسيدنا موسى ربنا أمره أن يخرج ببني إسرائيل ليلا فخرج بيهم ليلا ففرعون عارف فعلى طول مباشرة الخرج بالجيش ورا عايز يقتل سيدنا موسى ويقتل من معهم من المؤمنين وصلوا للبحر البحر قدامهم وفرعون وراهم هو وجنوده قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي ساهدين قبل ما ينطأ النون بتاعت ساهدين فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاق البحر فانفلق فكان كل فرق قد توضي العظيم وعدوا دخلوا البحر ولقوا الطريق يبس عدوا الناحية الثانية دخل فرعون وجنوده انقلب عليهم البحر فغارقوا فكانت النجاة شوف الأزمة كتعمل زي وربنا نجاهم بفضل الله سيدنا عيسى عليه السلام يتمالئ اليهود على قتل سيدنا عيسى وهو يكلم بقى الحوارين بتوع من منكم يلقى الشبهي على وجهي ويموت مكاني يقتل مكاني فيكونوا معي في الجنة فشاب يقول له أنا أنا سيدنا عيسى فأنا بيقول له أنا قال قال اجلس ومعايد جملة مرة تانية تالتة أم نفس الشاب فقال أنت أنت خلاص فقام الشاب ده فألقى الله عز وجل شبه سيدنا عيسى على وجه ذلك الشاب دخل اليهود فوجدوا شبه سيدنا عيسى على وجه هذا الشاب فقتلوا ظنا منه أنه عيسى ظنا منهم ايه أنه عيسى عليه السلام أما عيسى عليه السلام فأمر الله عز وجل الملائكة فحملته من روزنة من فتحة في البيت وصعد به إلى السماء وهو ما زال حتى هذه اللحظة حيا حتى هذه اللحظة في السماء وينزل في آخر الزمان يبا وما قطره وما صلبه ولكن شبه لهم ألقي شبهه على وجه الرجل الآخر الله أكبر ينزل مرة أخرى في آخر الزمان هو أطرف عنده 33 سنة ويظل محتفظ بهذا السن حتى ما ينزل في آخر الزمان ينزل عنده 33 سنة ويظل سبع سنين في الأرض هي أجمل سبع سنين في الكون ده كله سبحان الله وهي نفس السبع سنين التي يلتقي فيها سيد بن عيسى عليه السلام مع المهدي عليه السلام اللي هو من آل بيت النبي وأبقى أشرح لكم الموضوع ذا كاملا إن شاء الله تخيل حضرتك ويأمر الله السماء فتنزل بركتها ويأمر الأرض فتخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه ويجتمع الرغط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستزلون بقحفها يعني بالقشرة بتاعتها يعملوها مظلة سبحان الله ويبارك في الرصلي أي في اللبن حتى أن اللقحة اللقحة لقحة الغنم الحلبة الوحدة من اللبن ده تكفي القبيلة قبيلة كلها تشرب من إيه من حلبة فقط حلبة بقرة أو جموسة عزك ملايش تشرب منها قبيلة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى شفق أقدر ربنا سبحانه وتعالى فإذن فربنا سبحانه وتعالى نجأ سيدنا عيسى ورفعه إلى السماء بفضل الله سيدنا أيوب يعد 18 سنة في هذا البلاء لحد دما وصل لمرحلة أني زوجته بتقول له ألا تدعو الله أنت نبي كريم قال لقد عشت في العافية 70 سنة وعشت في البلاء 18 سنة فإذا تساوت سنوات البلاء مع سنوات الرخاء دعوت ربي عز وجل ومع ذلك لما سمع واحد من أريبه بيكلم التاني بيقول له ما أرى أن أيوب حدث له ذلك إلا لذنب قد ارتكبه في حق ربي فصعبت عليه نفسه في الوقت ده راح دعا ربه سبحانه وتعالى قال جل وعلا وأيوب إذ ناذا ربه أني مساني الضر شوف الرقة وشوف الأدب مع ربنا بيقولوش يا رب أنا تبهدلت يا رب يا رب تعبتني بهذا المرض ما قالش الكلام ده عاش لله أن يخرج هذا الكلام من إنسان مؤمن فضلا عن نبيه كريم قال له وأيوب إذ ناذا ربه أني مساني الضر وبعدين ما قالوش شفيني قال له وأنت أرحم الراحمين الله شوف الأدب يعني بيقولوه يا رب أنا مساني الضر وإنت أرحم الراحمين يعني أنت يا رب أنت شايف اللي أنا فيه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاق التعقيب والصرعة فاق الفرق فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرة للعابدين الله أكبر وضح العلاق في سورة صاد قال له جل وعلا أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب مية كده أنا بعت تحت رجليه قال له اضرب برجلك في المية دي واشرب منها الشرب ده هيعالجك من جوة ورقد برجلك هيعالجك من برا فقام معافا سليما بفضل الله وربنا عوضه وآتاه مثل أولاده بعددهم وأكثر بدعف عددهم وأعطاه من الأموال ما لا يخطر على قلبه بشر يعني سبحانه الفرج بيأتي بفضل لشان كده بقولك عليكم بدعاء أيوب عليه السلام ما الثانية الضر وأنت أرحم الراحمين كدطروا منها ما الثانية الضر وأنت أرحم الراحمين شوف النبي في الغار والمشركين وصل الغار وعايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما لا تحزن إن الله معنا فربنا ينجي ويوصل بالسلامة وبعد البلاء ده كله بعدما أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ومع ذلك يعود بعد سنوات معدودة ويرجع فاتحا لمكة بفضل الله سبحانه وتعالى ويقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما فقال اذهبوا فأنتم اطلقاء ويا ما الأمة تعرضت لمحن والفتن والبلايا وزلازل وأبركين واستعمار وحروب ولكن وأمراض ولكن ربنا أخرجها من كل ده المحنة هتعدي والفيروس هيعدي والفتن والمشاكل اللي احنا فيها هتعدي لكن المهم لما تعدي هيكون حالك إيه مع ربنا وحالك إيه مع ربنا هو ده اللي لازم تاخدوا بالكم منه وما تنسوش دعاء سيدنا أيوب ما الثاني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم ومارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته